تحياتي لكم زميلات زملاء وإن شاء الله جميعكم بخير وأتمنى الصحة والسلامة للجميع في هذا الفيديو سنبدأ موضوع له علاقة بالمدارس قضايا مدرسية وهذا الموضوع يهم كل عائلة لديها أولاد أو بنات في المدارس من سنتين ونص أتيح إلي أن أعمل كورس لمدة ست شهور بهذا الموضوع وبعدها أعمل كمترجم لدى المدارس لذلك عندي بعض الخبرة في هذا المجال أحاول أن أطرح بعض المواضيع من خلال هذا الملف القناة اسمت دوتش استعيني تشانس كما دائما نتمنى على الجميع دعم القناة ومسندته وكذلك صفحات الفيسبوك ولكم كل الشكر كلمة شهيرة لدى الطلاب وكثير من الأهالي صاروا يسمعوا فيها دير في فايز دير أو سشلوس دير في فايز الإنذار ودير أو سشلوس الطرد الفاعل في فايز ينذر يؤنب لكن تأنيب شديد هون وأوس شليس يستبعد أو يطرد هيا التشبيه هون قريب جدا جدا لمباراة كرة قدم الحكم عنده الكرت الأصفر ولما يزيد عدد الكروت عن حد معين يتعرض اللاعب للكرت الأحمر والطرد من اللعبة نفس الفكرة تماما إنما هل يترى هذا الحكم له دور خاص قبل ما يعطي الإنذار الأصفر يعني بكل المواقف يعطي إنذار الأصفر لا قبله ممكن بعض الأخطاء يعطي فيها توجيهات من دون كرت أصفر وهون بيختلفوا الناس بالتالي هو موقفه الشخصي شو قدر هالموقف بيعطيه التوجيه المطلوب نفس الفكرة تماما بالمدارس في المدارس لنفتر الطالبة بالمدرسة إجتوا معها ورقة فيها تطلوب إنه يوقعوا الأهل عليها كيف يتخوفهم؟ أهل تخوفوا كمان إحنا بمجتمع ما عارفانين كيف نتصرف معنا خبرة بهذا الموضوع ممكن حدا من الجيران بيعرف فقررت الأم إنه تاني يوم تشوف الجارة وتسألة ماين تخطى؟ هاتجستن آين شو لفايس بكومن؟ راح تلع عنده وقالت لأنه بنتي تلقت أمس تنبيها مدرسيا أو إنذارا مدرسيا بدأت تعرف شو ممكن تساوي شو لفايس فايس يؤنب هي شبيهة بالتنبيه لكن تنبيه كتابي وبحاجة لتوقيع الأهل ويحفظ بإضبار الطالب في أهم سؤال يخطر ببال الأهل شو بيصير إذا نحط في إضبارة الطالب؟ الطلاب هنا ناس بشر عاديين وأولاد هذول بيخطأوا أمر عادي لكن لما يصير في بإضبارة الولد عدة ملاحظات من هذا النوع بيصير الولد تحت الرقابة ولما يكتروا عن عدد معين نوصل لإجراءات أخرى أحاول أشرح بعض المواقف سعيا في التوضيح الطالب أو الطالب لما يبجي للبيت الولد يعني أو البنت يحاول يخفف من شرح الموضوع ويكتم بعض الأمور هذا أمر طبيعي عند الأولاد يخفي يكتم نقول واحد يخفي الحقيقة دي واحد طعنه ونفعل بشفاق دي كندة نايقن داتسو إيري شلد كيرينغا دار تشتلن شو يعني؟ طبيعي أنه الولد مثل ما قلنا أنه يحاول يخفف من اللي عمله إذا كان ضاربر فيه أو بوكس أو يقول والله نكشته الأولاد يميلون لتصوير أخطاؤهم بشكل مخفف إيري شلد شلد الخطأ الذنب يرينغا دار تشتلن يصوروا أخطاؤهم بشكل مخفف ذن الظنوب كافي عمنا فيديو سابقا حول إيش بن جنايكت لما الأهل يسمعوا هذا الكلام للولد أو البنت يصيروا ميالين ليطرحوا أسئلة ليش هذا الولد هيك تعرضت له الموقف؟ هو يقول أنه كنا ثلاثة وأنا الوحيد اللي أخذ ممكن يكون صحيح أنه ثلاثة هو الوحيد اللي أخذ في بايس أو هي لكن المدرس كان عنده تقدير أنه هذا الولد أصعب من غيره أعنت من غيره شوي بينما البقية هي أول مرة بتحصل معهم وما عندهم هالمشاكل فشاف أنه يعطيهم توجيه آخر لذلك الأهل بفكروا أنه يمتنعوا ففايغان يمتنع يرفض لكن من حيث المبدأ دائما الأهل عندهم الحق بأنه يعترضوا إنما ممكن يطلبوا مقابلة بالمدرسة وممكن يتصلوا تليفون وهذا متوفر دائما في المدرسة دائما في مدرسين لكن كمان في إدارة إدارة المدرسة وقد يكون في مدير أو مديرة ومن جهة أخرى في الأهل والولد يتوسط العلاقة بين المدرسة والأهل أي مشكلة بتحاول المدرسة تحلها بطريقة ما يصير فيها احتكاك وطعوبة حاول تلاقي لها حل سلس ضمن الممكن فانهم يعني ضغيني عند الولد فاني هي مؤسسة تربوية تعليمية تربوية لا شك إنه بيحصل في أخطاء بالمدارس من الطرفين يعني تقديرية رايبونج سلوس سلس رايبونج احتكاك كاسم لحاله احتكاك رايبونج سلوس بدون يعني الاحتكاك سلس مثل هذا الأهل دائما عنده الحق الاعتراض في داشبرو هذا التركيب هيك تستخدم في داشبرو طيب شو اللي بيحدد انه هالولد بيستحقها العقوبة مو هاي العقوبة من حيث المبدأ في مستويين للعقوب ارتسيونجس ووردنونجس ماس نامن رح نقسمهم لقسمين ارتسيونجس ماس نامن هي اجراءات توجيهية تربوية على كل ان هاي غالبيتها بتكون بالصف كون المدرس علاقته طويلة مع الطلاب أو الطالبات فهو عنده معرفة صار فيهم اكتر من غير ويقدر انه ممكن يعطيهم توجيهات تربوية سلوكية ويحسم الموضوع وهم بيشاركوا فيها كمان الصاحب التوجيه التربوي بالمدرسة ارتسيونجس ماس نامن بالتالي هون كمان المدرس عنده بعض الاجتهادات يخطئ ويصيب بني هاي هو بشر بينما في بعض الامور لا هون بصير فيه بدنا ندخل باللوائح اجراءات ادارية تنظيمي أوردنونجس ماس نامن فيه قواعد ومكتوبة بينما بالارتسيونجس ماس نامن ما هي مكتوبة هي اجتهاد للمدرس والمساعدين إلهم بينما الثاني لا فيه لوائح ورح يلتزموا فيها كل الأطراف يعني شي مكتوب في ذلك الاختلافات بين الأهل والمدرسة ستصير على الجانب المتعلق بالمدرس أن المدرس كان رأيه غلط أو صح بهذا الجانب سلوكه كغلط أو صح بهذا الجانب صار فيه اجتهاد بينما لنا ندخل بالامور اللي فيها لوائح وفيها شي مكتوب خلاص ما عارف اجتهاد يتخذ القرار الفلان شو الأشياء اللي ممكن يرتكبها الطالب أو الطالبة وصير فعلها عقوبة راندالة انديا باوزة يعني الشغب خلال الباوزة راندالة انديا باوزة يعني العباد بممتلكات البدرسة لكن مو بس هدوه في عشرات الأشياء مثل ما بتحصل ببلادنا الإساءة للمدرس أو المدرسة الشغب بالصف أذية الزملاء أو الزميلات الدخول على الصف متأخر الصوت العالي عدم كتابة الوظايا وكثيرة جدا يعني الإجراءات الناظمة للمدرسة اللي مكتوبة محددة قانونيا إلى مستويات الشدة يعني ممكن من توجيه انذار بشكل معين إلى حد الطرد فمثلا ممكن يكون في عنا ضس ناخ زد سن بعد المدرسة بعد الدوام الرسمي بينترك الطالب بالمدرسة لوقت معين منشان يقوم بأعمال معين مثلا كتابة وظايف أو شيء معين بتقرروا المدرسة لكن هذا يبلغ فيه الأهل سلفا فيدي اشتغاف أربايت ممكن نكون بالمدرسة ممكن نكون بالبيت وظائف إضافية لكن ضمن هالأمور فيه تفاصيل كتيرة ما رح ندخلها حاليا بالفيديو بعدين نجي للديا في فيس اللي هي الانذار وهذا كمان له مستويات فيه كمان انذار أشد ويختلف العدد من ولاية لولاية للوصول للطرد دير أوس الشلوس الطرد كما تختلف مستويات الطرد طرد من الصف طرد من الصف من مثلا نهائي لصف آخر أو لمدة معينة من الصف ولا طرد من المدرسة لمدة معينة أو طرد كامل من كل المدرسة وهناك مستويات أخرى في موضوع الطرد إذن ناخ زتسن غاف أربع وففايس أوس الشلوس في غالبية الولايات يكون مهم أنه هالانذار خطيا يؤكد خطيا بشتاتك فيردن موس انبيعت من المدرسة مكتوب يوقع عليه الأهل ويرجع للمدرسة ويحفظ في إطبار الطالب أو الطالبة لو أن ينتهي هذا الفيديو زميلات زملاء إذا فيه أي مراحلة أو تعليق أريدكم بأسفل الفيديو وإذا فيه أفكار معينة بهذا الموضوع ياريد تكتبونا بالتعليقات وإذا عجبكم هذا الفيديو ياريدكم فيه شير و لايك واشتراك بالقناة وشكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة